لأول مرة جماعة من سنتين يبقى فيه انخفاض في صافي عجز الأصول الأجنبية طيب إزاي؟ تعالى أقولك بالضبط البيان اللي صدر عن البنك المركزي واللي بيعلن فيه عن انخفاض صافي عجز الأصول الأجنبية في مارس لـ 65.18 مليار جنيه بعد ما كان وصل ممكن لو سمحتو وصل لـ 270 مليار جنيه وده كان أدنى مستوى ليه في أكتر من سنتين لما كان بيسجل كان بقى 352 يعني كان 352 وانخفض بمعدل أو بقيمة 65.3 مليار في يناير 2024 طيب صافي عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إيه أهميته؟ أهميته إنه واحد من أهم مقييس الاستقرار والصلابة المصرفية ليه؟ لأنه بيظهر الفرق ما بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية أصول والتزامات assets liabilities طمام كده عشان الناس اللي بيحبوا الكلام بتاع الأجنب ده كتاب ميجزة ميجزة في أصول المحاسبة بتاعنا كنا بناخده في سنة أولى في الجامعة مهم؟ طيب بيتكون أساسا من الفرق ما بين الأصول واللي بتشمل بقى احتياطات النقد الأجنبي زي الدهب العملات الأجنبية سنة العملات الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية الاستثمارات الأجنبية طيب إيه هي الالتزامات؟ الالتزامات هي الودائع الأجنبية لدى البنك المركزي هلو بيقى الوديعة وكأنها قارند بتاعة بلد آخر بتاعة مؤسسة أخرى غير مصرية بحط الوديعة عندنا طيب القروض المستحقة واللي البنك المركزي مطالب بسدادها ولكن بالعملة الأجنبية السندات الأجنبية اللي بيصدرها البنك المركزي هنا بقى دي الليابلتز أو الالتزامات يبقى الفارق ما بين الأصول والالتزامات هو ده الرقم اللي كان 300 وشوية ثم نخفض اللي بقيمة 65.3 مليار وهذا الانقفاض الحقيقة لم نشهده منذ حوالي سنتين طيب ده مؤشر من مؤشرات التعافي والخروج من الأزمة يا ساد يعني إيه؟ يعني دايما في عندك مؤشرات لتعافي الاقتصاد مؤشرات لتعافي الأزمة بتاعة الفجوات المالية اللي عندك أو الفجوات الدولارية اللي عندك ده مؤشر من المؤشرات زي ما كده بتيجي تشوف والله ده أول دولار كان زمان بيكان في السوق السوداء أقول لك والله ده وصل لزون كان لتلت أيام ولا يومين وصل لحد 72 ولا 74 ولا حتى 75 وكان لمدة يومين أو ثلاثة وبخ شكرا على كده لو أنا جيت سألتك النهاردة الدولار كان في السوق السوداء أول إجابة أنت هتقول لها لي إيه؟ ما بقاش في سوق سوداء يوسف كلمة ما بقاش في سوق سوداء يوسف ودي حقيقة طب نهاردة لو رحت هتقول لي واحد أنا عاوز أشتري دولار تقول لك طب ما تروح البنك أنا عايزة بيقعد دولارات تقول لك روح البنك طب هو روح أقول لك والله في شركات الصرافة المعتمدة الكبرى واللي موجودة واللي في منها شركات كبرى مملوكة للبنوك الكبرى بالمناسبة فالنهاردة لو أنت جيت رحت لسوق السوداء لك ما فيش حاجة اسمها سوق السوداء لا فيش حد لا بيشتري ولا بيبيع حتى لو رحت على الأبليكيشن التافه اللي كانوا عامينه تجار السوق السوداء اللي كان اسمه السوق السوداء ده ودخلت عليه هتلاقي سعر السوق السوداء زي سعر البنك إذن ده مؤشر من مؤشرات التعافي طيب لما يحصل انخفاضات سعرية ده مؤشر من مؤشرات التعافي لما يحصل جاذبية استثمارية ده مؤشر من مؤشرات التعافي تجوا ليه جاذبية استثمارية اقولك اه طبعا جاذبية استثمارية ونص وكمان ونص جدا هو انت مش شايف من وقت رأس الحكمة لحد النهاردة اصبح فيه عندنا عروض للاستثمار ماشي ازاي ده على سبيل مثال بلاش مؤشر من مؤشرات التعافي انا شوف مصنع زي ما كنا بنتكلم من بارح زي مصنع بيراميدز واللي بيقولنا يا جماعة احنا في اكتوبر الجاي هنغطي 25% من الاحتياج المحلي وبنهاية 25% هغطي 70% من الاحتياج المحلي خد بالك انه معنى ان انا اغطي 70% من الاحتياج المحلي يعني انا عندي هذه القدرة مش بالضرورة 70% من المشترين يروحوا يشتروا هذه الاطارات مصرية الصنع لا ده معنى ان انا اصبح فيه عندي قدرة على الوفاء بكافة احتياجات السوق المحلي بنسبة 70% طيب واذا عندي فوقت جوه السوق هصدر ده مؤشر من مؤشرات التعافي ده مؤشر لما اجي اشوف ان انا بمنح رخة الذهبية اظن 15 اظن 15 رخصة او اكتر يعني في النهاية ده معنى ان انا في عندي اقبال للاستثمار في مصر من قبل شركات ومصانع عملاقة على مستوى العالم جاية تستثمر عندي وتصنع عندي ما ده مؤشر عظيم لهذا التعافي الاقتصادي وما اللي هو جاي استثمر عندي ليه يعني انت ايه تصوراتك انه مصانع اجهزة كهربائية تحديدا اجهزة منزلية كبيرة ومعروفة ومعتبرة وتصدر للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية تقررها تفتح عندك من مصر جايه يفتح ليه مجاملة هيخطب بنتي لا ده مؤشر من مؤشرات التعافي فانت عندك مجموعة من مؤشرات التعافي اصبحت لا تخطئها العين ولا تقبل الشك ولا تقبل التأويل يعني عايز واحد يؤول او يشكك في اللي انا بقوله واحد تقول لي كده هتشكك في ايه في مصانع الاجهزة المصنعين الكبار مثلا يعني ولا مصانع الاجهزة المحمولة تلفوات المحمولة طب هتشكك في مصنع بيرامدز ما الاخوان من سنة شككوا في قصة بيرامدز دي قدينة شفنا وكلمنا رئيس مجلس الادارة وشفنا المصنع والدكتور مصنع مدبولي راح زار وشفنا المنتجات قدام عينينا وناس بتقول لنا جماعة المنتجات تبقى مطروحة في الاسواق وهتلاقوا في منافس بتاعتنا وهتلاقينا متفقين مع موزعين ووكلة وكل حاجة هتشكك في ايه طيب طب لما يبقى في عندي هذا الصافي أسف الخفاض العجز في هذا الصافي للالتنزامات الأجنبية الأصول الأجنبية اللي عندي بقيمة الـ 65 مليار وـ 13 هو أنت متذكر متخيل أسف أو متصور أن ممكن الأرقام دي تتقال أعلنا قدام العالم وهي أرقام مشكك فيها لا دي بتتقال بمنتهى الدقة ده بيان للبنك المركزي المصري أنت عارف يعني إيه خطأ في علامة عشرية واحدة قدام المؤسسات المصرفية الدولية ممكن يعمل فينا إيه هذا لا يقبل شك ولا تأويل هذا لا يقبل شك ولا تأويل الجاذبية الاستثمارية اللي عندي دي مش قدامكم زي بولك على عينك يا تاجر احنا شفنا الاتفاق الكبير بتاع رأس الحكم شفنا الموزكات البرتوكول والتفاهم المبدئي اللي مبيننا وما بين الصين شايفين المنطقة الاقتصادية في قنطة سويس شغالة إزاي شايف منطقة شرق بورسعيه شغالة إزاي شايف المينة شغالة إزاي شايف المينة عندي في صفاجة شغالة إزاي والاتفاقات المعلنة من كفة الأطراف دي كلها مؤشرات للتاعفي في تعافي اقتصادي في تعافي مالي أنا عندي مؤشرات لهذا التعافي شديدة الوضوحة شكرا